اشتركوا في القناة اهلا بكم في نشرة اخبار الراي معكم فيها احمد العنزي والبداية دوم بابرز العنوين ترشيد الانفاق العام على قدم وساق والعين الحكومية تراقب الاسواق احتفلوا ببرحكم احتفلوا في عياتكم لكم ان شاء الله رجال ونساء تسهر على راحتكم من بعد رب العالمين الخالد يحذر من العابة بامن الوطن ويؤكد الاستعداد لمواجهة اي طارق الوكالات التجارية بمداولة اولية وبشرى كسر الاحتكار تزفها رئاسة البرلمان مبادرة طرد اسرائيل من البرلمان الدولي قيد الترحيب البرلماني العربي روسيا تعتبر تدخلها بسوريا قلب الوضع وقاراتها تزيد ضحايا القتل وفي النشرة التحالف يدمر معسكرات للانقلابيين بصنع والجوف اهلا بكم على قدم وساق تعتكف الحكومة حاليا على دراسة وتقييم جملة من البدائل بشأن ترشيد الانفاق العام على حد تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكال الشيخ محمد عبدالله المبارك الذي اكد ان مثل تلك الخطوات تتطلب توافقا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضح العبدالله في تصريح له ان الحكومة تدرس الان تقديم عدة بدائل فيما يخص ترشيد الانفاق ووقف الهدري ومنها نظامي الشراء ولفاء الكامل لفئة محددة فيما يخص اسعار الوقود والكهرباء والماء وذلك بالتوافق مع البرلمان واكد جدية تعامل الحكومة فيما يتعلق بالميزانية العامة للدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية الطارية حول العالم مشيرا الى اتخاذ مجموعة من القرارات بهذا الشأن حكوميا ايضا كشف وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح عن تغيرات جذرية ستطرأ على تحديد السعر التقديري لبرميل النفط في الموازنة العامة المقبلة لدولة الكويت مؤكدا ان السعر التقديري سيكون في حدود 25 دولارا للبرميل واوضح الصالح على هامش المنتدى الاستراتيجي للطاقة ان انتاج اوبك يمثل ثلث الانتاج العالمي ولا يمكن تخفيض انتاجها ما لم يكن هناك تخفيضا بين الدول واشار الى ان الفوائض المالية ترحل في كل عام الى الاحتياطات وبالتالي فان العجزة والفائض في الميزانية المالية محدد مؤكدا ان الفوائض موجودة وتدار وتستثمر وتعرض على مجلس الامة وفي كلمته امام منتدى تراتيجية الطاقة قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العتساني ان المؤسسة تدرس استخدام السندات والسكوك وسندات المشاريع لتمويل مشاريعها المستقبلية واكد العتساني ان المؤسسة ستركز في قطاع البترو كيمويات لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوقع ان يتم انفاق ما يقارب مئة مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق التوجهات الاستراتيجية المعلنة كذلك اكدت نوال الفزيع محافظ الكويت في اوبك صعوبة توجه المنظمة لخفض انتاج النفط من جانب واحد يسرني ان ارحب بكم جميعا اليوم للمشاركة في فعاليات المنتدى الاستراتيجي للطاقة الثاني لا زالت اسعار النفط المنخفضة السمة البارزة للسوق منذ النصف الثاني لالفين واربعة عشر وقد تبقى منخفضة لزمن اطول مما يشكل تحديا لصناعتنا ولكنه يوفر فرصة لاصلاحات بنيوية لتحقيق فوائد للدول على المدى الطويل خلال فعاليات التمرين الميداني الردع الحاسم الخامس الذي نفذته الادارة العامة لقوات الامن الخاصة قال وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان التمرين يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبثة بامن الكويت وامان مواطنيه واضاف الخالد انه نظرا للمتغيرات التي تشهدها المنطقة وتطور الاحداث وطبيعة الاعمال الارهابية الاخيرة ارتأت وزارة الداخلية القيامة بتمرين نتماشى مع الظروف الراهنة ما يؤدي الى توحيد المفاهيم القتالية لمواجهة جميع المتغيرات المحيطة بالمنطقة واضاف الخالد مخاطبا الكويتين احتفلوا بعيادكم ولكم من يحميكم وذلك القيامة بجولة داخل مهر الموطنة التغالية التخطي والمطارجة وانعاهد الله وانعاهد سموه اننا بنكون على الاهد باغون فانطمن اهل الكويت احتفلوا بفرحكم احتفلوا في اعيادكم لكم ان شاء الله رجال ونساء تسهر على راحتكم من بعض رب العالمين اللي شفناها يا اخواني وخواتي ماهو جديد عليكم بالاعداد الجيد بالتدريب الجيد وانا دائما اركز على موضوع الاعداد والتدريب رئيس البرلمان العربي احمد الجروان اشاد بموادرة رئيس مجلس الام الكويتي رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم بطرد اسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي تصريح الجروان جاء على هامشي وصوله الى البلاد وذلك في اطار التنسيق المشترك لتعزيز العمل والتشاور في اطار تطوير العمل البرلماني مبادرة معالي لخ مرزوق الغانم مبادرة ايجابية جدا وقوية جدا ويعني تعتبر من المبادرات اللي لها يعني واقع على كل عربي خصوصا من خلال التجاوزات الاسرائيلية ومن خلال يعني المخالفات الدولية ان كانت على مستوى القوانين الدولية والاعراف الدولية اذا كنا نتكلم عن حقوق انسان او نتكلم عن معايير دولية وتطبيق المعايير الدولية ان كانت كقوة احتلال او ان كانت يعني قوة صهيونية ارهابية غاصبة فمثل هذا التوجه هذا التوجه محمود ونحن في هذه المرحلة في وقت لا يحسد عليه نحن بامس الحاجة الى التكاتف والتآلف حقيقة كبرلمانات عربية سواء برلمان عربي او اتحاد برلمان عربي الذي يقوده الاخ مرزوق الغانم بجدارة وايضا كذلك ما قم به اقتراح فيما يتعلق في اسرائيل كما ذكر اخي فعلا اقتراح وجيه ويستحق الاشادة انا على ثقة بان دور الاخ مرزوق الغانم في هذه المرحلة دور مستحق رافعا الجلسة البرلمانية الى الغد غالى رئيس مجلس الامرزوق الغانم انه تم كسر احتكار الوكالات التجارية منذ عام 65 وذلك بعد التصويت على تعديلات قانون الوكالات في مداولة اولى وكان المجلس قد اقر التعديلات في مداولة اولى ثم اعيد الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة هذا ورفض مجلس الامر تعديل قانون الفحص قبل الزواج اعتراضا على الزام الراقبين بالزواج في الخضوع الى دورة تدريبية وقد سقط الاختراح بسبب عدم حصوله على الاصوات لمناقشته من حيث المبدأ اهم شي كان فيه والموافقة على المداولة الاولى من قانون الوكالات التجارية هذا القانون الذي ان شاء الله سيكسر الاحتكار وايضا سيضمن للمواطن انه يعني اذا كانت حسب مواصفات العالمية البضاعة المستوردة حتى لو كانت من غير بلد المنشأ يتم يعني الضمان لها ان شاء الله حسب الكفالة الموجودة وهذا طبعا ان شاء الله فيه تفاصيل وان شاء الله التعديلات كلها اللي كانت مقترحة اقلبها سيتم وافقة عليها والجلسة القادمة ان شاء الله تأتينا للمداولة الثانية والانتهاء من هذا القانون اللي سار لنصف قرن ان شاء الله يتم انجازها في هذا المجلس النقطة الثانية القانون اللي رفض مع الاسف هو قانون دورة تثقيفية للزوجين قبل الزواج وهذه الدورة كانت مهمة جدا فعلا حتى نقلل قدر المستطاع من نسبة الطلاق ولكن على الاسف نحترم رأي الاغلابية في المجلس اصدر وزير الداخلية عددا من القرارات تقضي بحالة 156 مدعيا عاما من اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الى التقاعد اعتبارا من 31 من مارس المقبل وابلغ مصدر امني الراي بان مدير عامل ادارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري خاطب مدير ادارة الخدمات المساندة بالوزارة تمهيدا لتنفيذ فحو القرارات الوزارية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني اعرب عن خالص التهنئة لامير البلاد الشيخ صباح الاحمد بالمناسبات الوطنية وقال الزياني ان الكويت عودتنا دائما على مشاريعها المتميزة ومنها قرية الشيخ صباح الاحمد التراثية التي ترسل رسالة ايجابية لمواطن دول المجلس بمدى اهتمام الامير بالمواطن والثقافة والتراث كما اشار الى ان مجلس التعاون ينهن من توجيهات امير الكويت في تعزيز مسيرة العمل الخليجي من جهة اخرى تسلم امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رسالة خطية من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد الانهيان تضمنت دعوة امير البلاد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات والتي ستعقد في امارة دبي خلال شهر فبراير المقبل قضائيا ايدت محكمة الاستناف براءة المغارد الشيخ عبدالله سالم الصباح من قضية ام دولة كذلك ايدت الاستناف براءة ضابط شرطة من الانضمام الى جماعتين جيش محمد وجنود الشام التين تقاتلان النظام السوري وزير الخارجية الروسي سيرغي لاروف قال ان تدخل الجيش الروسي في سوريا سمح بقلب الوضع متبرا ان عمليات سلاح الجو الروسي التي نفذت بناء على طلب النظام السوري ساعدت فعليا في تقليص مساحة الاراضي التي تخضع لسيطرة المعارضة وقد سيطر النظام على مدينة الشيخ مسكين بمحافظة درعة تحت غطاء جوي روسي خلف مئات الضحايا المدنيين كما استهدفت الغارات الروسية مناطق اخرى في كل من ادلب وجبل في شمال سوريا هذا ومنح اليوم حزب العمال الهولندي الحكومة اغلبية برلمانية لإقرار شن ضربات في سوريا ايضا في اليمن غارت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية على معسكرات ومواقع لميليشيات الحوثي وصالح في كل من صنعاء والجوف فيما استمرت المواجهات بين المقام الشعبية والميليشيات على اكثر من جبهة واستمرت المواجهات في منطقة المسراخ جنوب مدينة تعز مع استمرار القصف العشوائي من قبل الميليشيات على حي مستشفى الجمهوري في المدينة وأكدت مصادر أن هناك مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المشتركة والمقاومة الشعبية من جهة والميليشيات من جهة أخرى على جبهتي في محافظة تعز على هامش احتفالية تتشين بوابة مكتبات دولة الكويت وربطها مع الفهرس العربي الموحد أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أهمية الخطوة للتعاون الثقافي العربي في مجال الفهرسة والكتب وذكر أن وجود هذه البوابة المهمة بإشراف مكتبة الكويت الوطنية سيتيح المجال أمام الباحثين والمثقفين وكل من يريد الاطلاع على الكتب العربية بأسهل وأسرع الطرق تأتي هذه الفقرة المهمة للتعاون الثقافي في مجال الفهرسة والكتب بتدشين بوابة الكويت للمكتبات الكويتية وربطها مع الفهرس العربي بدعم كبير وكريم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية بكتبة ملك عبد العزيز العامة ليؤكد على وحدة المصير الثقافي وأهمية التبادل الثقافي بين الدول العربية مجموعة هواوي احتفلت بإطلاق هاتفها الجديد بحضور مئات المستخدمين والعملاء الأوفيع لهاتف هواوي في الكويت وقدمت الشركة العالمية الرائدة في حفل الإطلاق تجربة متكاملة للهاتف النقال عبر عرض جميع ميزاته وأمكانياته التي تقدمها كل خاصية متوفرة فيه تميزة هواوي في كل جهاز تم إطلاقه في السوق العالمي وحاليا في الكويت اطلقنا الجهاز الجديد من هواوي اللي هو الميت ايتس الميت ايتس حصد على 16 جائزة عالمية في معرض الإلكترونيات العالمي CES اللي تم إقامته في لاس فيغاس هذا العام والتليفون نفسه فيه خواص عدة تتناسب مع كل فئات المجتمع عندك الكاميرا مثلا 16 ميجابيكسل واللي هي الكاميرا الخلفية والكاميرا الامامية 8 ميجابيكسل هذه الجزء الأول النقطة الثانية اللي هو البصمة هي اسرع بصمة في العالم موجودة في التليفونات حاليا التليفونات أو الجهزة المتنقلة خاموا الكويت يعوضوا بعض الخسائر تابعونا في صفحات الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم سعر برميل النفط الكويتي ارتفع 73 سنة في تداولات أمس لأبلغ 22 دولارا و 64 سنة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أمس بنحو 6% بعد أنباء بأن انتاج العراق بلغ مستوى قياسيا شهر الماضي يتجدد التركيز على تخمة المعروض التي هبطت بالأسعار الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما سوق الكويت للأوراق المالية أنهى التداولاتها اليوم على انخفاض المؤشر السعري بواقع نقطة و 17 نقطة في حين ارتفع الوزني و كويت 15 بواقع نصف نقطة للأول و نقطة للثاني على التوالي وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 6 ملايين و 750 ألف دينار كويتي في حين بلغت كميات الأسهم المتداولة حوالي 87 مليون سهم بمشاركة عشرات الشركات و المؤسسات العقارية من داخل الكويت و خارجها انطلقت فعاليات معرض النخبة العقاري في فندق الجمهيرة و الذي تنظمه مجموعة اسكان جلوبل لتنظيم المعارض و المؤتمرات حيث تطرح تلك الشركات مجموعة استثمارات و مشاريع عقارية مختلفة داخل الكويت و خارجها فيما تصاحب المعرض فعاليات متنوعة و مفاجآت و هدايا ضخمة للزوار فضيحة بقلقل خبر رياضي من مصر بعد هذا الفاصل أكملت الهيئة العامة للرياضة كافة الاستعدادات للافتتاح الرسمي للموروث الشعبي في القرية التراثية بمنطقة السالمي يوم غد الأربعاء و برعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد و أكد نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للرياضة أحمد الخزعل أن قطاع الشباب عد ثلاثين فعالية خلال المهرجان الشعبي الذي يستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل مشيرا إلى أن الجولة الاستعدادية التي حضرها مستشار الديوان الأميري محمد ضيفالة شرار شملت الاطلاع على المركز الحرفي التابع لقطاع الشباب في الهيئة و أوضح الخزعل أن الفعاليات في ازدياد عاما بعد عاما هناك ثلاثين فعالية يشرف عليه غطاء الشباب بشكل مباشر الحمد لله لكل مرتاح من هذه الاستعدادات السنة هذه بإذن الله سوف تكون سنة مميزة للمشاركين في الموروث الشعبي وفعاليات الموروث الشعبي منذ منهم الهيئة العامة للرياضة ممثلة في غطاع الشباب الفعاليات سوف تستمر بإذن الله حتى نهاية الفعاليات الموروث الشعبي الجولة اليوم أيضا شملت المركز الحرفي التابع لقطاع الشباب وكان هناك ولله الحمد سرور من جميع الزوار بالمستوى الذي وصل للمركز الحرفي في غطاع الشباب بإذن الله سوف نلقاكم من غدا بعد افتتاح وحضور من قبل سيدي سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وإن شاء الله الموروث بإذن الله والكل يشوف أنه يتطور سنة بعد سنة في فعالياته وفي فقراته وأيضاً في الجهات المنضمة لفعاليات الموروث الشعبي سواء من داخل الكويت أو خارج الكويت مشاركتنا عبارة عن إنتاج المركز من دورات حرفية وعلى سواء من الانتاج على شكل البوثات على شكل دكاكين الكويتية قديمة فيها انتاج المركز كل دكان لقصة معينة أو حرفة معينة في فضيحة رياضية أعلن مجلس إدارة اتحاد لعاقة البصرية المصري إحالة فضيحة تمثيل لعبين أصحة للمنتخب المصري في مسابقة كرة الجرس للمكفوفين ببولندا إلى نيابة العامة بعد حروب اللاعبين ورفضهم العودة لمصر وكانت بولندا قد استضافت بطولة العالم لكرة الجرس في سبتمبر من العام الماضي وشارك فيها المنتخب المصري بلاعبين أصحة بعدما تم الكشف عليهم ولم يعودوا إلى القاهرة حتى الآن ومن المنتظر أن يتم التحقيق في القضية خلال الفترة المقبلة بعد تولي الجهاز الجديد المهمة رسميا اليوم الثلاثة أكد الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون أن أيام برد الأزيرقة التي بدأت في الرابع والعشرين من يناير الجاري جاءت في موعدها العام الحالي مبينا أن درجة الحرارة قد تصل إلى الصرف في المناطق المكشوفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رغم الواتساب الظاهر على الشاشة كما يمكنكم متابعاتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة